النهاردة في محاولة لتطويق الموقف محاولة لشرح تداعيات وتبعات ما تقوم به إسرائيل النهاردة كان فيه ارتفاع في لغة الخطاب المصري تجاه هذا الموضوع النهاردة كان فيه نوع ممكن نراقبه معا من خلال لقاءات واتصالات جرت النهاردة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تصل بيه أولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ودار الحوار حول ملفات عدة مشتركة لكن كانت القضية الفلسطينية وكانت أحداث غزة وكان مخاوف الطرفين من مغبة توسيع دائرة الصراع واقتحام واكتياح القوات الإسرائيلية لمدينة ترفع الفلسطينية هو الشغل الشاغل للجانبين رئيس ماكرون نقش مع الرئيس السيسي كيف يمكن منع حدوث أو حصول أو تحقق توقعات وقوع كاريتا كيف يمكن لنا نزع فتيل الأزمة التي تطوق المنطقة دا كان اللقاء أو الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الفرنسي النهاردة الكلام كله في شعور بالخطر شعور بالغضب أيضا في شعور بأن الأمور ربما تفلت وسيدفع الثمن كل الأطراف بشكل مباشر أو شكل غير مباشر دا اللقاء الأول من خلال البيان اللي طلعه المتحدة الرسمة باسم الرئيس الجمهورية الدكتور أحمد فاهمي أنه الطرفين نقشوا هذا الأمر وبقول تاني ما يعرفه الإعلام يعتبر يعني هو أبسط شيء لأنه ما لم نعرفه هو الأهم ماذا دار في الحوار؟ دار في الحوار بالتأكيد الحوارات التي يعلن عنها أو النقاط التي يعلن عنها دا نوع من نقل جزء مما يجري لكن ما يجري في الغرف المغلقة وفي الاتصالات وفي اللقاءات يعني أنا تكلمت في الموضوع دا من قبل قلت كيف يوجه الرئيس أنظار زعماء العالم بشكل لا يحتمل اللبس ولا يحتمل الجدل ولا يحتمل النقاش بشكل مباشر هناك مخاطر وهناك دعم غير مقبول من أمريكا ومن أوروبا لإسرائيل بيجعل من إسرائيل عنصر عدم استقرار في المنطقة إسرائيل بتلعب وتعبث بالنار بنحاول مع كل الأطراف في الداخل الإسرائيلي والداخل الفلسطيني ومن خلال علاقتنا بكل الدول المؤثرة في العالم لكن يبدو أنه هناك نية إسرائيلية مبيتة وواضحة لتفخيخ المشهد ده كان جزء من الاتصال بين الرئيس سيسي وبين الرئيس إيمانويل ماكرون أيضاً تلقى الرئيس الاتصال هاتفي آخر مهم جداً من رئيس الوزراء الأسباني وأسبانيا بصفتها هي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني ناقش أيضاً مع الرئيس نفس الملف نفس المخاوف ونفس حالات القلق ونفس التوتر وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة الرئيس الفرنسي بيسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا نحن فاعلون والرئيس الوزراء الأسباني بيسأل الرئيس السيسي أيضاً ماذا نحن فاعلون كيف نخرج من هذا النفق المظلم هنخرج ازاي من هذه المصيبة من اللي بيسأل الأوروبيين بيسأل رئيس فرنسا وبيسأل رئيس وزراء اسبانيا الاتنين بيتصلوا بالرئيس المصر النهاردة بيسألوه هنعمل ايه شاية الصورة ازاي ممكن نحرك المياه الراكدة في اتجاه حال حالة السلام ازاي ممكن نوقف حمام الدم المنفجر والمتفجر في غزة ازاي كل دي اسئلة يا جماعة القادة الاوروبيين بيسألوا من يعلم بباطن الامور والناس دي جربت وشافت مش اول لقاء ولا اول اتصال عشرات ومئات الاتصالات تمت من 6 اكتوبر او من 7 اكتوبر بالقيادة المصرية والناس تأكدت بما لا يدع مجالا للشك انه مصر دولة حقيقية اتنين دولة صادقة ثلاثة دولة لا تتاجر بقضايا المنطقة دولة لا تقوم بدور سمصار الازمات ولا تقوم بدور سمصار الحروب ولا تسترزق ولا تستفيد ولا تتربح من مواقف سياسية تأكد الجميع ان مصر في ظل ازمة اقتصادية كانت بن قسيم طاحنة ومميتة ومقلقة لم تستغل ولم تبتز ابدا اي طرف من الاطراف المعنية في ظل الازم الاقتصادية باي موقف سياسي لذلك الناس في اوروبا وفي امريكا وغيره خلاص جربوا وشافوا وعرفوا مين الامين ومين غير الامين مين اللي بيشتغل بحق وبصدق من اجل تطويق واحتواء الازمة ومين اللي بيشتغل يتاجر بيء الازمة لذلك النهاردة اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ومن الرئيس الاتحاد الاوروبي اسبانيا في دورات الحالية بيتكلموا حول نفس الموضوع وقالية وكيفية الخروج منه